مساء الخير كنتمنعكم تكونوا دوستو نهاية أسبوع جيدة وتكونوا في الصحة ممتازة الاقتراح ديلي ديليوم هو واحد القغاطة بدجاج والبطاطس كورات البطاطس هائلة خطيرة كتجي ممكن تكون فكرة مميزة للغداة ولعشاء تحضروها الوليدات ديلكم وتحضروها العائلة ما كتحتاش بزاف دي المقادر ضغيقة وجد في واحد ساعة يكون عندكم واحد طبق لهو متكامل صحي الوليدات ديلكم وليكم ممكن تحضروه فوق الأسبوع ممكن حتى تحضروه في العراضات تحطوه فوق الموائد اللي كتوجدوها لديها فعلش الله ولكن يا فكرة ممتازة في أيام الأسبوع العادية لما كنبغيوش فيها نوقفه في الكزينة كما كنقول بزاف دي الوقت أول شيء غنحتاجه هو زيت زيتون غناخد منه تقريبا واحد نسب كأس غنكون المقلات ديلي درسها تسخن مسبقا وغنضيف عليها صدور دي الدجاج بالنسبة لصدور دي الدجاج صدور دي الدجاج خسلتها مسبقا بالحامض اللي مك يعجبني أني نخسل بي صدور الدجاج كيخلي فيهم واحد نكهة اللي هي زوينة إلا لقيتوه كيكون الفصل دياله إلا لقيتوه أحسن حاجة وأنكم تستخدموه بالنسبة لغسل دي الدواجين كما قلت كيعطيهم واحد نكهة كيبيضهم وما كيخليش فيهم دكزفورية دي الدجاج ما تحتاجوش ترقدو الدجاج إلا غسلتوه بالحامض ديال دياللي غنستخدم هنا تقريبا كيلو غرام من صدور الدجاج قطعتها الشرائح والمربعات اللي هي صغيرة بالنسبة للتوابل اللي غنضيفها على الدجاج غيكون عندي سكين جبير البابريكا المدخنة عندي الزعتار البري المجفف التوم المجفف عندي الإبزار الأبيض أو الإبزار الأسود الملح وعندي الفلفل الحار منه تقريبا ربع ملعقة شاي أما المقادر الأخرى كلها استخدمت منها ملعقة شاي ديما كنأكد على أن الدجاج خاصوه يطيف في دواحد درجة ديال الحرارة اللي هي عالية ومن طيبوش بزاف حتى ينشفي يعني بالنسبة لي صدور الدجاج ما يمكنش غدتأخذ ليكم كتر من واحد عشر ديال دقيق ماكسيمون فوق مقلات اللي هي ساخنة ومقلات اللي هي تكون تقيلة إلا طيبته على درجة حرارة اللي هي منخفضة هدوك السوائل اللي هي خرجوا منه وكيجين هدوك السيدر ديال الدجاج اللي هو ناشف أنا مني كان طيب أدلي قعطاني كيكونوا بالدجاج ولا الشوار ما قعطان ولا أطباق وحد أخرى ديال الدجاج الأشخاص معيني كيياكلوها ما كينتابوش نهائينا نو كين الدجاج تنمو كيكون داك الدجاج رطب في الفم ديال وكيكون كي عادة لرطوبية بافوة ديال الباطاطس اللي كانكون مستخدمين مستخدمنا معاو والرطوبية ديال الخضر اللي استخدمنا من بعد كنزيلوه من المقلات غنخلي داك المرق اللي هو طاف فيه ولكن غنزيد فيه الخضر اللي أنا غنستخدمه في هاد الوصفة قمت بالإضافة ديال باصلة كبيرة بيضاء ولا ممكن تكون حمرة اللي قطعتها على شكل أنصاف ديال شرائح ديال دوائر غنزيدها على هدك المرق ديال الدجاج هنا غتلاحظوا بأنني طيب الدجاج بحده وطيب الخضر بحده طيب الدجاج بحده وبغيته ياخد الوقت دياله وديال طي وما ينشفش ليه وكانت درجة الحرارة غنطيب عليه الدجاج كانت عالية ما يصلحش أنني نطيب فيه هد الانواع ديال الخضر أنا قمت بالإضافة البصل ضفت عليه تقريبا واحد نصف فلفلة حمراء ونصف فلفلة خضرة ممكن تكون واحدة وحدة عليك أن الحجم ديالهم صغير وغنقليهم في هدك المرق ديال الدجاج بدون منضيف نهائيا شي حاجة من التوابل بالنسبة للبطاطس هنا اخديت واحدة ربعة ديال البطاطس من حجم كبير وليس قريبا كان الحجم دياله هو كيلو غرام واحد وستلقتها حتى ولل الملمس دياله بهذا الشكل وطحنتها من بعد ممكن تطيروها غير في أي أشواء عندكم غا تخرج لكم واحد البوري اللي هي رطبة اللي هي غا نستخدموها في إعداد ديالك الكورات ديال البطاطس في هدل قراتنا هنا هاد البطاطس ضفت عليها من بعد ما طحنتها ضفت عليها ميتين قرام ديال الجوم ديال ايمونطال ممكن تومي من غير الايمونطال ممكن تضيفوا أي جبن بالليكم إضام ولمدزاريلا أنا كنفضل هادا في البطاطس كأعطيها واحد نكها ليزوينا غا نقوم بالإضافة ديال نصف ملعقة شاي من الإبزار وملعقة شاي من الملح ضفت عليهم أيضا القليل من القزبر والمعدنوس اللي قطعتهم مسبقا ما غنضيفوش بطبيعة الحال كامل النصف دياله غنضيفو على الدجاج والنصف غنستخدموناه وغنخلي القليل اللي غنزين به الطبق منه غيخرج من الفرن غتاخدوا واحد الملعقة وغتتحركوا هاد البطاطس جيدين حتى هاد العناصر كاملة تزنج لكم في هاد المكوين غنخليه على جنب وغندوزوا الخضر اللي احنا يمخلينا في هاد الوقت كتقلة غنحيدوها تقريبا على نار متوسطة كتبقى تقلة واحد المدة ديال تقريبا ديال عشرة ديال بقيق ما كنت سنويش أنها تنزل كاملة كنبغيها ما زل أنها تبقى كوستيونت غنضيف على ذاك الدجاج اللي حضرناه مسبقا في الأول القليل من القزبر والمعدنوس اللي قطعناه تهوي في الأول غنخلط الكل جيدا وهناي الموقع ده راح طافي يعني ما كنزيدش نطيب دجاج غناخد الإناء اللي أنا غندخلو الفرن غالبا أي إناء ديال قاطع ممكن تستخدموه كنحط الدجاج في القاعة ديال الإناء كامل كمية كاملة اللي عندي ما شاهدكم في هاد الرائحة ديال الدجاج غير بوحده ممكن يشكل طبق غناخد واحد القليل من زيت زيتون اللي غنندير فيه اليدين ديالي ولا زيت النباتية ماشي بالضرورة زيت زيتون وغنشكل كورات اللي متوسطة الحجم ممكن تقيسوها تعبروها بش توحدو اللي وزنوا الشكل ديالها أنا عيني ميزاني في هاد أنواع ديال القاعة ما كنبغيش بزاف ديال أواني نستخدمهم وهناي تقريبا راغير وحج ديال أواني اللي كانوا أساسين في الإعداد ديال القاعة اللي هي مقلات واحدة وهاد الإناء اللي أنا درت فيه درت فيه القاعة كنشكل هاد الكورات كما قلت بحجم اللي هو اللي هو ما كبيرش يعني كنناخد ملعقة كبيرة ديال هاد البطاطس كنشكله باليادين ديالي وكنصفهم فوق هادك الدجاج اللي حطيته في القاعة هنا غنستخدم الكريمة ديال ديال الطبخ اللي يكون نسبة الدسم في 30% ولا 31% غن نقوم بالاستخدام ديالها واستخدمة من الميتين قرام أنا في العاول لي أنا نستخدمه العصوص بشامل بنسبة لي الحاجة اللي كتخليني يربح الوقت وأننا نستخدم القجدة طرية ديال الطهي نستخدمها هادي من أصل حيواني كنصحكم أنكم ما تستخدموش لمن أصل نباتي كتزية القغاطة بزاف حينت المكويل الأساسي ديالك يكون وزيت النخيل هنا قمت بالإضافة للوجه ديال القغاطة القليل من جو الموت زاريلا تقربا استخدمت 1-100 قرام قمت بالبشر دياله وضفته على الوجه ديال القغاطة مش بالضرورة أنكم تقوموا بالإضافة دياله وبركة غير هادك الفروماج اللي احنا يستخدمناه في هاد القرات ديال البطاطس كندخلوها للفروم الساخن مسبقا على درجة حرارة 190 مدة ديال تقريبا ديال 10 ديال دقائق 15 دقائق ماكسيموم غتكون وجدة غتخرجوها شوفوا يا سالم كيف يجدير الشكل دياله اللي شافهم من الفوق ما غيرعرفش نهائيا شنا إياه كتتاخد داك اللون الدهبي وكيدوب داك الفخوماج الداخل دياله وكيتولي معلكة ودك المرق ديال الدجاج من التحت هادي غتكون بين أحسن اللي قاطة اللي ممكن تحضروهم اللي كيتكونوا من البطاطس ومن الدجاج كنزينوا الوجه ديالها باللي بقلينا من داك القزبر المعدنوس اللي احنا قطعناها في اللول ديال إعداد ديال الوصفة أنا متأكدة أن هذا الاقتراح ديال اليوم غيرجبكم مليون في المائة جربوا ما غديش تندموا وبالصحة والراحة مسبقا بغيت نقول لكم بأنني خليت واحد البوست في الجهة ديال ديال كوميونيتي ديال اليوتيوب فيه أنا أنا غندير فيديو من هنا القدام فيديو كنعرفكم فيه على نفسي أكثر على الوصفات اللي كنقدمها على التصوير على بزيف ديالأشياء اللي ممكن يكون عندكم فضول أنكم تعرفوها خليولي الأسئلة ديالكم يا إما هنا في هاد الفيديو ولخليهم لي في البوست اللي أنا قدرتوه في القناة على اليوتيوب أي حاجة ممكن بغيتوا تعرفوها على كم ما قلت على التصوير على إعداد الوصفات على أشياء اللي هي متعلقة بيها كصانعات محتوى علش الله كنت سنة لأراء ديالكم وكنت سنة التعليقات ديالكم والأسئلة من غيكون عدد كافي ديالأسئلة غندير فيديو خاص بهذا الموضوع ما بقى لي غير نشكركم ونقول لكم ونشوفكم في فيديو جديد معصفة جديدة إن شاء الله عما قريب شكرا